رحلتي في العمل الدبلوماسي طبعا طويلة لكن اليوم راح أتطرق إلى العمل في الأمم المتحدة طبعا هناك في دائما اختلاف بين العمل الثنائي والعمل المتعدد للأطراف مجالات العمل في الأمم المتحدة واسعة وتريد دائما جهد وعمل دعوب للوصول إلى الهدف المطلوب أنا كانت لدي خبرة سابقة طبعا قبل ما أذهب إلى الأمم المتحدة كمندوب دائم لدولة قطر عملت كشخص ثاني في الوفد الدائم في نيويورك في الوقت بين 1986 إلى 1992 كنائب للمندوب في ذلك الوقت السياسة القطرية كانت نوعا ما هادئة فقط الحدث الكبير اللي حدث خلال وجودي في تلك الفترة هو اجتياح الكويت يعني وشفنا الجهود الكبيرة اللي بذلتها دول مجلس التعاون دعما لدولة الكويت في ذلك الوقت عندما ذهبت إلى نيويورك في عام 1998 طبعا كان لدي تعليمات بأن أفعل دور قطر في هذه المنظمة طبعا هذا يتطلب جهد كبير وكذلك تواجد دبلوماسيين مؤهلين لهذا العمل بدأت طبعا في تنظيم الوفد الدائم تزويده بموظفين محليين دو كفاءة طلبت من وزارة الخارجية بإرسال شباب مؤهلين لأن أمامنا مهمة كبيرة ووضعنا نوع من خارطة عمل لعمل الوفد والأهداف اللي احنا نريد نوصل فترشحنا لعدة لجان هامة منها لجنة حقوق الإنسان كمثل وبعدها بدأنا في الدخول في مواضيع حامة طبعا تم انتخابي كرئيس لمجموعة السبع وسبعين والصين وهي تعتبر هذا كان في عام 2003 كان تحدي كبير وطموح كبير من قبل دولة قطر وأنا كمندوب لأن هذه المجموعة تمثل 134 دولة اللي هي تسمى دول الجنوب جنوب جنوب وهي لها يعني مطالب لها من الدول الصناعية اللي هي يعني تتعامل مع هذه المجموعة وهذه الدول بطريقة قير عادلة فهذه المجموعة هي كانت تناقش المواضيع وتقدمها كمجموعة للجان الأمم المتحدة للحصول على مكاسب لهذه الدول طبعا هاي الرئاسة كانت جات في وقت حساس وصعب لأن عام 2005 احتفلت الأمم المتحدة بالألفية الثانية بالألفية الثانية فلازم هذه المجموعة تقدم ورقة ومطالب لدول الصناعية لتحصل على الأشياء اللي كان متفق عليها ولم تنفذ تمخذ عن هاي الرئاسة مؤتمر دولي تم استضافته في دولة قطر فلأول مرة حضر أكثر من تسعين رئيس دولة ورئيس وزراء وكان حضور كبير وكان مؤتمر من مؤتمرات الأممية الناجحة على ضوه هذه الاستضافة والمواضيع التي اتفق عليه قدمت للألفية فهنا بدأ يبرز دول قطر على مستوى أممي كبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر